اشتركوا في القناة ومجتمعي بين جميع الأفراد بل أفراد الأسرة الواحدة بما ينسجم مع تبعات الوضع الراهن وما يمليه على الشكل الجديد لممارسة روحانيات الشهر الفضيل اليوم المسلم متعبد بعبادة الله لا بعبادة شهر الله رمضان وعبادة الله تبارك وتعالى تكون في المسجد وتكون خارج المسجد وتكون في البيت وتكون في العمل عبادة الله تبارك وتعالى من فضل الله أن دين الله سبحانه وتعالى دين واسع ودين عظيم نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى في المسجد ونتعبد الله في عملنا وإثقانا نتعبد الله في الإحسان لوالدينا وفي أزواجنا وأبنائنا المتأمل في جميع نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بشهر رمضان لم تربط رمضان بالمسجد فحسب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وبالإمكان أن تقوم رمضان وأنت في بيتك وبالإمكان أن تصوم رمضان وأنت في بيتك نعم نحن نشعر بألم ومرارة عدم الصلاة في المسجد نشعر بذلك لكن الذي يسلينا ويسعدنا ويفرحنا أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا ونحن نعبده سبحانه فقال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فالله يكتب لنا أجر تلك الخطوات وحصل غير التقارب الاجتماعي حصل تقارب وجداني وحصل تقارب إيماني أنا أشعر هناك تقارب إيماني أكثر اليوم في لجوء إلى الله سبحانه وتعالى أكثر وهذا الذي أدعو إليه في هذه الرسالة الأخيرة الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن آيات الصيام ضمن آية الصيام آية عظيمة وكأنك وانت تقرأ سياق الحديث عن الصيام تقول إيش علاقة هذه الآية آيات من بدايتها لنهايتها تتحدث عن أحكام الصيام في وسطها يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحن نقول لا نريد دعاء الإيمان في المسجد ونؤمن عليه صح مطلوب لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسمع صوتك ويسمع آهاتك ويسمع حزنك وأنت تناديه سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر